اللهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمدك اللهم بمحامدك كلها ونشكرك على آلائك كلها اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثاً ومن أصدق من الله قيلاً لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيراً المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديراً وتدبيراً نحمدك اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أرجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ناضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنها اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا من من يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء ولأبصالنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصته اللهم اجعلنا من من يقال له وقرأ ورطأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الحزن إلى الفرح ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين اللهم اجعلنا أonia اللهم اجعلنا عند خطبه من الفائزين اللهم اجعلنا عند خطبه من الفائزين ولك في جميع أمورنا راجين ولك في كل شهورنا ذاكرين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا عظيم المن يا جزيل الصفح يا من ستر القبيح وأظهر الحسن يا من لا يؤاخذ بالشهير ولا اختك الست ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر ألطف بنا فيما جرت به المقادير وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تشب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تشب العفو فاعفو عنا يا كريم اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغين وصحة لا تلهين وأغنل اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضي عنا غير غضبان وتوفنا وأن تراضي عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين ومن يأخذوا كتابه بليمين ومن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يمِّن كتابنا ويسِّر حسابنا اللهم يسِّر حسابنا وسهل تجاوزنا على الصراط يا رب العالمين وأكرمنا بجوار سيِّد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله اللهم احشُرنا في زُمرته اللهم احشُرنا في زُمرته اللهم ارزُقنا التمسُك بسُنَّته اللهم أورِدنا حوضَه اللهم أورِدنا حوضَه